بما أني كنت في شبابي رياضي عتيد في شبابي الأول يعني المهم فببقى أنا طول الوقت الحقيقة أحب الرياضة أحب الرياضيين ببقى سعيد جدا باستضافة الرياضيين وبالمناسبة زي ما كنت بقول لكم من قبل ما نطلع الفصل بتاعنا النهاردة عندنا اتنين من أبطالنا بطل الملاكمة اللي جاب لنا الدهب وأنا داخل قلت له تايسون الشرق اللي جاب لنا الدهب يسري رزق حافظ مصطفى منور عامل إيه؟ كله تمام كله تمام بيقولولك يا تايسون وصحابك بقى وكده ولا إيه؟ هم بيقولولني معظم الناس يعني بتقولوا أنا شباب محمد عليك لاي ممكن اللهم الله ده الأسطورة ده الأسطورة علي زهران الحاصل على برونزية الجنباز وقال لي برضو حاجة دلوقتي قال لي أنه هو يعني التمييز بتاعه في الحلق في الرينجل هو أصعب حاجة منور علي عامل إيه؟ رب أنا خليك كله تمام الحمد لله أولا ألف مبروك على ميدالياتنا وورتونا وشرفتونا وفرحتونا ورفعتو راسنا في السماء شك رب أنا خليك خليني الأول هبدأ با 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 اليمين يسري علشان تجيب الدهب مشوار أنت ساكت ليه؟ مشوار كبير أوي طبعا صعب صعب طبعا ده أول دهب ليك؟ لا أنا أجيب الدورة اللي فاتت في البحر المتوسط كنت جايب دهب برضو في مزاني وكانت أول مرة تحصل في تاريخ الملاكمة في مزان فوق التقيل اللي هو مزاني ما شاء الله إن حد يجيب دهب في دورة البحر المتوسط الله أكبر وكمان الدورة اللي فاتت كانت في تراجونة في أسبانيا كانت الملاكمة عاملة ترتيب أول على الدورة كلها ما شاء الله بحصيل التلات مدليات دهب أنت بدأت وانت عندك كم سنة؟ أنا بدأتها وأنا عندي سبع سنين بالصدفة يعني كان عندي أخوات كبير بيحب الكرة أوي فكان والدي وأخي دنا أننا نعب كرة فهو كان بيحب الملاكمة ملعباش بس هو كان بيحبها يعني فشاف مدرب بيسلم عليه فهم قال له تم تجيبه ومانا لسه ببتدي فريق وابتديتها كده بالصدفة أما أنا كنت راح ألعب كرة في الأول فدخلت الملاكمة وانت دلوقتي كم سنة؟ دلوقتي 28 ما شاء الله يعني إحنا كده بنتكلم من سبع سنين لحد الثمانية وعشرين سنة مشوار الملاكمة 21 سنة ملاكمة عقبال ما يبقى 41 سنة ملاكمة فتبقى محمد علي جدا ليه؟ إن شاء الله بإذن الله هنا أرجع لعلي الجنباز ما أظنهاش عادة من الألعاب الرياضية اللي الأهلي شجعوا عليها يعني ده من الأهلي يقولك إيه؟ عايزك تلعب سباحة أو عايزك بقى تلعب ملاكمة تلعب تايكوندو تلعب كراتي كده عشان تخشني كده وتبقى جامد وعشان محدش يدايقك في المدرسة ومحدش دايقك في الشارع لعبت جنباز إزاي؟ جات إزاي؟ هو بالعكس أكتر يعني أنا كان وأنا صغير برضو ليا أنا وأختي كنا ليا أختي توينزي فكنا دايما بنتحرك كتير في البيت حركاتنا مينش أقلب فرانت رول حاجات أحراجاته حاجات من الجنباز المرونات الاستريتشات الحاجات زي دي متوقع في عاملين دوتو واحد قوي واحد عنده مثلا يعني واحد عنده القوة أكتر واحد عنده المرونة أكتر ولد وبنت طبعا ميقول يعني ميقول الناس بقى لما ابتديني نسأل لا جنباز اللي كان لها قريب برضو بيرعب جنباز جربوا جنباز هاللعبة جميلة وتبرستو منها هتاخدوا منها كل عناصر لياقة البدنية يعني هتاخد قوة وسرع رشاقة مرونة فابتديني لما روحنا الموضوع بعد كده بقى مختلف وبالعكس دلوقتي كمان كل أولان الأمور بيوجبوا سباحة وجنباز فعلا سباحة وجنباز لازم سباحة عشان المية وعوم وتعلم وأساس وجنباز عشان تاخد كل الأساس ده لان بعد كده هتطلع احنا يعني كل الرياضات تقريبا بوقفوا على الملعب يستنوا اللي ما نفعش معالج جنباز في خلال زي وهو سنو 8 سنين أو بعد كم سنة احنا مستنيني انه تعالى ألعب كواه تعالى تايكوندو ما هنتخلص وخير الستريتشات أي لعب كتالية أو محتاج مرونة زيادة هيتيجي هياخد من الجنباز اللي جاي من هنا صح فبقت لا هي من الألعاب الصراحة جميلة بس مشواري كان فيها برضو كبير انت بتبتدي من عندك سنة أربع سنين لحد يعني هو أنا قطولت شوية يعني من الولايالين اللي طولوا في الجنباز أنا الوقت هي 32 سنة بقلي 28 سنة بقالعب فمشوار طويل بس طبعا كان ليه دور كبير قوي من الأهل في الأول فتعب طبعا هو مشوار كبير جدا بس الحمد لله دايما يعني بتوصل لأهدافك ونتائج كبيرة وتلاقي نفسك بتحب اللعب يعني أنا حولت قبل كده أن أنا جرب ألعب وأنا في الجنباز جربت ألعب قوة تلاقي شوية جربت دايبينج دايبينج كان في نفس الاتجاه أنت بتعمل حركات في الأهل وتنزل في المية بس ما لاقيتش نفسي فيها أكتر من الجنباز رجعت له تاني بس ما تبقى حاجة حلوة أنك انت برضو تبقى تجرب لو ما جربتش مش هتقتنع قدام هتقوله أنا ما كان ممكن مثلا أبقى لعب هاند بول يعني أنا بحب الهاند بول جدا ياريتني كان متجرب ياريتني مثلا كنت ألعب سباحة بس ما كنتش هتعرف تبقى مبايز فين فأكويس إن أنا برضو تلاقي تجربت كاما لعبة ورجعت تاني لا هو المبايز برضو ليه متعة صعبة جدا بس ليه متعة جدا في مهاراته وقوته والستايل بتاعه فعلا بتعمل حاجات يعني سبيشيال كده ما حدش بيشوفها يعني بيكلمني ناس كتير مثلا في كل بقى الفيت والكروسفيت والألعاب اللي طلع مثلا فيها الكوة والألعاب اللي فيها الباركور والألعاب اللي فيها التعليقات الكوة كل الحاجات دي فانس كتير بقى معجبين انت ازاي بتعمل كده على الحلق وكمان الحلق بالذات بيشتغل على الكوة العضلية وفي نفس الوقت أعصاب فبصوا احنا نطلع فاصل الناس دي بقى ديقولك ايه أصلك جنباز يعني بقى بيبقوا زغنططين وصفايفين نبي بس باي سابس كده قدام أسري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أصدر بقى لما نخش علي أسري بس هنروح لفاصل ونكمل الكلام لعبوا أعيالكم رياضة وبانتظام خلوا لعبوا تلعب رياضة احنا الحديث بتاعنا واحنا حتى في الفاصل حديث ممتع خلوني أرحب مرة تانية بيسري وبعالي ملاكمة جنباز أبطال مشرفين خلونا فخورين إلى أبعد الحدود هنا أرجع ليسري مرة تانية والملاكمة إنت عاوز تكمل مشوارك لحد فين يا يسري إحنا حتى كنا بنتكلم بأنه طبعا قلعة احتراف الملاكمة يبقى أمريكا وطي ده مؤخرا أصبح كمان في احترافات موجودة في الإمارات العربية المتحدة إنت عايز مشوارك يكمل احتراف ولا عايز مشوارك يروح في حتة تانية هو أنا الهدف دلوقتي زي أي هدف واحد في لعبة فردية اللي هو المدالية الإولمبياد بإذن الله وبعد كده بقى ممكن أنا أكرر عامليه لكن أنا دلوقتي مثلا حاطت الهدف المعين في الدماغ إن أنا عايز أجيب مدالية في الإولمبياد إن شاء الله ميدالية وخلاص ولا ميدالية ذهب الميدالية إن شاء الله يا رب ذهب ذهب يا يوسري إن شاء الله طب ده الإولمبياد يعني في 2024 يعني إحنا بنتكلم في سنة ونصة بقى بقوش سنتين حتى أقل إن الإولمبياد بيتلعب التأهيل بتاعها قبلها بفترة فإنت سنة تلعب التأهيل بتاع الإولمبياد وخلاص إنت كده حاجز مكانك عندنا في الملاكمة جاهز الملاكمة تحجز الأماكن فيها في الإولمبياد جاهز إن شاء الله قده أدود إن شاء الله ضعون الله علوة إن شاء الله يعني إحنا في الفترة الجاية أسأة أنا مشيت كتير حققت إنجازات كبيرة الحمد لله الحمد لله ومنهم سواء كأس العالم أو قص العالم أنا حقق 11 مداليا الحمد لله في كل سالم أعمل حركة بإسمي في قانون لعبة الجنباز لا أسجل بإسمي في تاريخ اللعبة ده أنا محظوظ بقى ما شاء الله ما شاء الله حققت مدالية بحر متوسط فعلا برونز الدورة اللي قابليها اللي فاتت والدورة دي حققت مداليا برونز الجنباز من أعلى بالصعبة الدورة ترعب بحر متوسط دي يعني أنا بتخيلها 3-4 أولمبياد بالدول اللي أنت بتواجهها وترعب فيها مدالية كبيرة وكان منافسة قوية بطرات العالم أقوى وقريبة منها وأشد منها سنة بحيث أنك بتقابل بقية الدول اللي ما كانش مثلا شاركة معانا غير البحر المتوسط زي الصين وزي إيروسيا وزي النواط دي منافسيتي فيهم الحمد لله قوية وقريبة منهم من الناس المميزين للتمانية على العالم ليه رانك يعني 2019 كنت الأول على العالم مصنف مصنف ماشاء الله عشرين عشرين عشان الدنيا وواحد وعشرين كان رانكي قوي من أفضل تمانية بس عشان أولي البطولات اللي كنا بنشارك فيها فما قدرتش نناصر رانكي عالي ساعة تأهيل الأولمبياد كنت من أول ثلاثة المصنفين بس كان الفكرة كل إنه كان اختيار واحد بس فرقت معانا شوية في الكورونا والحاجات دي في الجنباز بتفرق عشهار بسيطة يعني بتمنى إن شاء الله حلم يحقق مديريا في طولة عالم ويكون بطورة العالم اللي جاية إن شاء الله في آخر السنة في شهر عشرة وربنا يكرم بعديها إن شاء الله في اللي جاي كده ستيب باي ستيب نشوف هقدر وإن شاء الله وقت أهل الأولمبياد وقدر عمل حالة بعد كده عشان أبقى أنا سعيد إن أنا أعطى معه أبطال العالم في الملاكمة وفي الجنباز يعني في دلوقتي عندنا لعقة حركة في قانون الجنباز اسمها عالي زهران اسمها زهران اسمها زهران اسمها زهران بين أعلى الصعوبات صعوبة F يعني من 16 حاجة كبيرة جداً على جهاز الحلقة والحركات مميزة جداً ليها شعورة كبيرة جداً في العالم مميزة جداً ناس عارفينك بيها فمن الحاجات اللي أنا بفتخر بيها الصراحة وبفرح بيها إن هي موجودة في الكتاب في تاريخ اللعبة يعني إنت حطيت مراس كده كله يبقى موجود دايماً أنت معروف باسم يسري رزق حافظ مصطفى ألا يوسري رزق ألا يوسري حافظ ودايماً برا بيبقى يسري حافظ ألا تخوف فإحنا عايزين يبقى فيه بعد كده بقى ستايل ملاكمة اسمه ستايل حافظ حافظ إن شاء الله خلونا هنروح نفاصل ونرجع نكمل الكلمة أنا مش عايز أمشي بصراحة شوف برضو جزء من كفاح الرياضيين وجزء من تركبتهم الشخصية الرياضي دايماً عنده إصرار مش هقولك بيعاند إصرار لأنه فيه هدف شايفه هناك أنا رايح فأنا قاعد عمال بتكلم مع يسري ومع علي كم إصرار مذهل الرجالة دول بيخشوا بطولات رغم الإصابة كان عندك إصابة في الشمال كان عندي إصابة في الشمال حتى حوالي قبل دورة العاب البحر المتوسط حوالي شهر ونص شهرين بتمرر يمين بس يمين بس؟ يمين بس ودي شغال عليها عليك طبيعي وغلسات وكهرباء ومسكنات بقى ودي فولترين واعمل مش عايز بكم لبس واسع ولا هو إيه؟ مش عايز حد يخبه له مني خلوني من بعيد استخبي أهو لا بس يعني الشمال دي تبقى صعبة بقى بالذات في لعبة في الملاقمة الشمال هي الأساس يعني ده في لغة الملاقمة قولك ده مفتاح اللعب فاليمين ممكن يعني ممكن واحد يلعب عنده إصابة في مين يكسب بالشمال لكن الشمال تبقى هي اللي مش موجودة الموضوع بيبقى صعبة جدا الشمال دي على رأيها فلان دم دي بقى قبضة التنين تاقي اللي بتفتح اللعبة كله والمجال كله تفتح المجال اليمين كمان الله يا كويس انا ملعبتش ملاك ما كنت هفتر يعني هاي ده عايز أرجع لعالي كنا منتكلم انا متجوز ومخلف ما شاء الله بنتك اسمها ايه؟ جميلة جميلة يا عم قول جميلة جيم مصري بتاعيتنا كده عندها قد ايه؟ عندها هتتم تلات سنين إن شاء الله جمبازو برضو إن شاء الله جمبازو برضو إن شاء الله لازم تبتلي تاخد شوية كده من مسيرة جنباز وبعد كده انا انا حابب انها نبدي يعني الطفل شوية اولا انا نبدي لها الاساس عشان اقول لك ده كده كده اساس وسباحة اللي دي بتليه تمشي فيه. حلو. وبعد كده هتبتلي انا يعني هشوفها هل هي هتحبها هتختار. وده تقريبا بيبقى في فرينج مسلا سنة ثمان سنين. لكن بعد كده اي رياضة تانية هتقدر تبتلي فيها. وهتبتلي مميزة غير اي حد. لكن بقى مش هتبقى جميلة. انتي بنت علي زهراء. لازم. يعني لازم الجباة. ده بابا ليه حركة باسمه يا بنتي في قانون اللعبة. ما ينفعش. لازم نكمل. ولا براحتها. اه هو بصراحة يعني اكيد هنمشي شوية. انا هشوفها هي حبة ايه. لو بس في الاول في الاخر. لأ انا يعني احابب اديها راحتها شوية. هتوجه القدر الامكان. هوجه. هوجه وهشوف. وانا يعني برضو انا تربية رضية. وفي نفس الوقت لعب جنباز مميز. ودارس كل ده. دارس الكورسات متحدة دولي. فالمقاييس والحاجات دي كلها انا هبص عليها وطبق عليها واشوف لها كمان. يعني مش ده اساس النجاح. انا مش هقول لك اشوف المستقبل. بس هشوف اذا كانت اوكي وهي حبة. فاوكي تكمل. وانا شايف لها ان هي برضو تمشي مشوار في لعبة مميزة. مشوار الرياضي. بالذات اللي هو البروفيشنال مشوار صعب. اه محتاج يعني لو لو تقدر تلاقي حد يوجيها كان احاول ان انا اوجيها لي. مش ان انا اضغط عليها بوش عشان يعني انت زي ما انا كنت باطل انت لازم تبقى باطل. وفي نفس المكان. لا يا ممكن تبقى باطل في حاجة تانية. فلا احب اجرب لعبة والتانية. وحب تشوفها. واشوف ميقولها فين. وابتدي بعد كده انا افضح راحة طبعا ودعمها لحد ما دايها باطلة كبيرة. لا وان شاء الله هنشوفها برضو مصنفة في الرياضة اللي هي هتختارها. شاء الله. وفي النهاية هترفع راسك وراسنا كلنا يعني ده مما لا شك فيه. هنا ارجع بقى ليسري. واضح انه الجواز خطوة مؤجلة. عشان عندي مشوار بطولات. سبوني اشوف بطولاتي دلوقت. اوه بالزبط ايه كده يعني انا التركيز كله في اللعبة بقالي فترة مثلا داخل من ساعة من اول ما بدأت اللعبة دولي الفين وخمستاشر وانا زي ما بيقولوا كده دخلت مش عارف اطلع من جو اللعبة. التركيز كله في اللعبة. عايز حاطة اهداف عايز اعملها. يعني من ساعة ما دخلت قلت انا لازم اعمل في كل بطولة دهب لحد ما اشوف انا هوصل ايه في الولمبياد. فالدوامة اللي دخلت فيها مش عارف اطلع بقى ففكرة الجواز بتبعد. فكرة الحاجات دي بتبعد. بيتمركز في الملاكمة بس. عالي دخل القفص بادر. بس والله يعني 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 عايز اقول ان هي بالنقطة برضو كويسة وموايزة. يعني سعبة بقى صعبة وحسابتها صعبة. بس في البداية لو لقيت واحدة فعلا في ظهرك ودعمك. ما شاء الله. هتلاقي النقطة. وانا مرتى اصلا دكتورة. فدايما برضو ايه. يعني هي مشغولة دايما بشغله وشغلها كتير ووقتها. مع الرياضة بتلاقي الدنيا وهي هي حبة انت تشاف انت تنجح في ايه. وهتلاقي بتدعمك دايما وبتمشي. فالصراحة. لا ودكتورة دي حاجة كويسة برضو. تاخد بالها. انا بقى لي اربع سنين. عايز اقولك انا دعمي. يعني خلال الفترة فات كل انجازاتي في خلال الاربع سنين دول. ما شاء الله. فالحمد الله كانت دايما دايما تشجيع يعني في ظهري دايما. وحتى الفترة اللي انلسك تقول لحضرتك في الفاصل انها كان عندي اصابة قوية قبل البحر متوسط دي. ما اقولكش الثلاث شهور اللي فاتوا دول كان اصعب ثلاث شهور عدوا علي في اصابة واول مرة توجهني. اصابت ايه؟ اصابة كان عندي في الفكرات انزلات غضروفي في الرقبة وكانت مؤثرة على العضلات الجنب الشمال كله. اللي درجة الاعصاب بقى كانت جايلي دمور في العضلات نازلة. وازاي ان انا اقدر ارجع ده. كنت يوميا علىك طبيعي ويوميا تدريب. ويوميا ارجع رغم الواجع ورغم الالام ما كنتش بعرف انام. بس هي اسرار وعزيمة فعلا. وان انت عايز توصل ان ان انت تعمل حاجة. خصوص ان كان فيه كاس عالم في مصر انا مشاركتش فيه. وكان نفس فيه انا فيه المادلية زي السنة اللي قبليها. بس انا قلت لازم ادوس ولازم اوصل ان انا ودورة العب حلو توصل ديما الحاجات من الالعاب المميزة في انا الدورة اللي بستناها كل اربع سنين بتيجي. فكت حابب ان انا اوصل وان انا اعمل حاجة. والحمد لله اعملت نتيجة يعني غير متوقعة لكل كل كل الحسابات كانت بتقول بسعر. الحمد لله. اي وقت. معانا او نبا ايوش للاخري كمان. مش خشم ديما ايوش. اهو خلاص اناو فكشكة بليدها اهو خشوك خشب خش marketplace. ده عموهم مفضر. اه لا ده هنا احنا نكلفين فبالك. طيب بيوز يسيبك من المسئلة انه هو انت الخطوة المؤجلة بتاعت الجواز. وطبعا مع تشجيعات عالي بانه الجواز يزقك لقدامه وحاجات زي كده. لكن ساعات كتير بعض افكر اقول الرياضة والبطولات وحاجات زي كده دي ما بتأكلش عيش يا جماعة والرياضيين بيفضلوا ماشيين في السكة دي عشان ايه ما نبدأ بقى نشوف حياتنا ونطلع فلوس وننبسط ونهيس ونشاهيس كلنا بتفكر فيها ازاي؟ هي الفكرة هي بتبقى اهداف هي مثلا انا دخلت يعني انا ابتدت الملاكمة ما كنتش بركز فيها انا ابتدت سبع سنين بس انا ابتدت اركز فيها من مثلا من الفين وعشر ابتدت بقى انا مثلا كنت بقعد اتفرج مثلا بتفرج على البطولات بره كنت بحب اتفرج على الملاكمة كتير بدأت اشوف اللعبة بتاعت المنتخب بتاعت الملاكمة في مصر بيبدأوا يحققوا مديليات عالم مصر بترفع طب انا ليه طب انا ليه ما اعملش كده تم الناس دي زي زيها بنا قدمين وانا بلعب اللعبة دي من وانا زغير تم انا لازم اوصل لده فالعمالية كانت متلخصة معانا هي هدف ان انا حبيت المشوار ده حبيت اللي انا اطلع والعب واكسب وارفع علم بلدي وكده فتجعت بقى ومشوفتش حاجة غير الملاكمة بصراحة معيني ما كنتش بحبها وانا زغير بس هو ممكن الدفع اللي خلاني حبها والله ما كنتش بحبها وانا زغير يعني كنت بروع التمريب في الاول غصب اه متقدر اه والدي بس عايزة لعب ملاكمة وكان بحب الرياضة كان بلعب نسباحة لعب تلعب كتيرة بس هو بقى الملاكمة هو اللي حببني فيها الله يتحياتني لي انه جاب لنا بطل كده اوه يعني احنا كنا اربعة بنلعب مثلا كنت انا واخوات كبير واتنين ولا دعمي هو كان هو بيجري وارا الاربعة بس عايزة شوف بطل طبعا انا شفتها في عينه فانا واحق انا مشيت في المشوار عشان هو مش عشان انا انا لو ارجع تاني مش عالعب زيارة لعب حبيتها وانت عدد كم سنة يعني تلاعبت وانت عدد كم سنة يعني عادت تقريبا عشر سنين بلعب باخد شنطتي مش عايز ازاع البابا اه باخد شنطتي راح النادي جاي من النادي بخرج يعني زي خروج من اول الفين وعشرة لما والدي راجع من السفر قال لي عملت ايه قلت له انا ما عملتش حاجة قال لي ليه ازاي يعني ما عملتش حاجة او انا وديك بتلعب من سبع سنين رياضة الناس اللي وصلت دي يحسن منك في ايه طيب بس ابتديت بقى حطها في طماغي مش بكل بطولة كنت بارجع علشان بس كنت انا بشوفه فرحان بس دي الفكرة كتا عملت بس كملت عشان كده بجد انا سعيد فرحان فخور بوجودكم بعيننا وورتونا وشنورتونا ورفعتو راسنا وعندي ثقة تامة كاملة متكاملة انكم لسه هترفعوا راسنا اكتر واكتر وربنا يا رب يحفظكم ويكتر من ابطالنا اللي زيكوا كده زهران وحافز ستايل حافز ان شاء الله حركة زهران موجودة احنا كده كله في التمام عايز اشكركم جدا عليكم وورتونا النهاردة الف 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 شكر ليكو شكر عليكم الحسن المتابعة كل سنة وتطيبين ولو كلنا العمر نتقابل ان شاء الله بقى لقد احنا هنتقابل في العيد عمل لكم شغل بقى ايه شهيصة هيصة ابداع موسيقى انبساط سهرات توكلوا على الله وتسبحوا على كير سلام عليكم اشتركوا في القناة